مساءكم سعي المفاهدين أهلا بكم إلى المشرة الرئيسية تتابعون فيها في الحصيلة النصف الشهرية لتطور وباء كورونا ببلادنا تحسن طفيف في بعض المؤشرات واللقاح الصيني سينوفارم تثبت نتائج التجارب السريرية فعيته ومنعته أعضاء مجلس النواب الليبية المجتمعون بتنجف لقاء تشوري يتفقون على موعد ومكان عقد أول جلسة للبرلمان منذ سنة ألفين وأربعة عشر نفوق ملايين الأسماك بمصب نهر تنسفت بمنطقة الصويرية القديمة والسبب انحباس مياه الوادي الملوثة بمخلفات معاصر الزيتو وجراء تكون حاجز رملي باحثون مغاربة وأجانب يفككون بقية أسرار موقع أثار دين صورة العصر التباشري سفلي بمنطقة تلمست بإقليم ششاوة أهلا بكم من جديد مستهل النشر ببرقية تعزية ومواساة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك على إثر وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد ولد الشيخ عبد الله عرب فيها جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يوم خلاله لكافة أفراد أسرة الراحل وللشعب الموريتاني الشقيق عن أحر تعاز جلالته وأصدق مشاعر المواساة داعيا جلالته الله تعالى أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه في جديد الحالة الوبائية ببلادنا تب اليوم تسجيل ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربعة آلاف ومئة وثمانية عشر حالة شفاء وثلاث وسبعين حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعتنا الماضية الحصيرة الجديدة ترفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى ثلاثمائة ووحدة وثلاثين ألف وخمسمائة وسبعا وعشرين حالة ومجموع حالة الشفاء التام إلى مائتين وتسع وسبعين ألف ومائتين وست وسبعين حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى خمسة ألف أربعمائة وتسع وستين حالة أما في الحصيلة نصف الشهرية لتطور وباء كوفيد-19 ببلادنا سجلت وزارة الصحة تحسنا طفيفا في بعض المؤشرات ورغم ذلك فأغلب الجهات لازالت تسجل معدل إصابة جد مرتفعة بالستثناء جهات فاس مكناس باقي التفاصيل في الروبرتاج عبدالنجيد حلاوي وياسلم عاسي بوادر تحسن طفيف تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا هذا ما أكدت وزارة الصحة في ندوتها نصف الشهرية لكن هذا التحسن يحتاج إلى تأكيد خلال الأسابيع المقبلة مؤشر التكاتر انخفض من 1.22% إلى 0.9% ومعدل الإصابة الأسبوعي لكل 100 ألف نسمة انخفض من 100.6 إلى 86 ورغم ذلك فأغلب جهات المملكة لا تزال تسجل معدل إصابة جد مرتفع بالستثناء جهة فاس مكناس التي تسجل أقل من 20 إصابة لكل 100 ألف نسمة في خلال الأسبوعين الماضيين حطمنا بعض الأرقام في مثلا تخطينا عتبة 300 ألف حالة إصابة ثم تخطينا عتبة للأسف 5 ألف حالة وفاة واقتربنا لأول مرة من 100 حالة وفاة يوميا تاني نقطة بداية التحاليل الأنتجينية السريعة في بعض المناطق وسيتم تعميمها على كل الجهات في خلال هذا الأسبوع وأذكر بأن النتيجة تعطى في أقل من 30 دقيقة تالتا تنفيذ وتنفيذ للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 9 نوفمبر 2020 يتم التحضير الفعلي والعملي للحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد الكوفيد-19 وفي هذا الإطار يجب التنبيه إلى أن بعض المواقع التواصل الاجتماعي تقدم وبكل أسف معطيات مغلوطة وغير مثبثة علميا حول اللقاح ضد كوفيد-19 الذي يبقى السبيل الأنجع للخروج من هذه الجائحة بلادنا حسب وزارة الصحة تقترب من تسجيل 4 ملايين فحص بيسير بمعدل يوم يقدر بـ 25 ألف فحص وهو بذلك يحتل الرتبة الثانية قاريا والواحدة والثلاثين عالميا وزارة الصحة جددت دعوتها للمواطنين قصد التقيض بالتدابير الاحترازية من وضع الكمامة إلى التباعد الجسدي ونظافة اليدين وتحميل تطبيق وقاية ناء في السباق ضد الزمن تسارع دول العالم الخطى للحد منتشار فيروس كورونا عبر إطلاق عمليات تلقيح واسعة نطق عمليات تنطلق في بلادنا بعد أسبوع قليلة والاختيار كان فيها للرقاح الصيني سينوفارم الذي أثبتت نتائج التجارب السريرية المنجزة فعاليته سلامته ومنعته محمد رد العبيدي وحياة فخري قلب الدنيا رأسا على عقد حصد أرواح أزيد من مليون واربعمائة ألف شخص عبر العالم وألقى ويلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فيروس كورونا ضيف فقيل سارع الدول العالم إلى مواجهته والبحث عن لقاح يكبح جماحه اليوم وبعد أشهر من الانتظار اللقاحات باتت متوفرة المغرب اختار منها اللقاح الصيني سينوفارم بعد أن أثبتت الدراسات السريرية المنجزة سلامته وفعاليته ومناعته الخطوة القادمة اطلاق عملية تلقيح واسعة النطق لتأمين تغطية المواطنين باللقاح والتحسين ضد الفيروس والحد من انتشاره عملية ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر سنة حسب جدول اللقاحي في حقنتين مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية ونتحدث عن رجال الصحة وسلطات العمومية وقوات الأمن وأسرة التربية الوطنية فضلا عن الأشخاص المسنين والفئات الهشة ليتم توسيعها بعد ذلك على باقي الساكنة عملية يرافقها إعداد استباقي سواء على المستوى الصحي أو التقني أو اللوجستي مواكبة متواصلة اقتناء المعدات والتجهيزات المطلوبة تهيئة 2888 محطة للتلقيح على المستوى الترابي وتعبئة وانخراط متدخلين كثر لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة لجميع الفئات المستهدفة تدابير عديدة ترفع شعار حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا عن طريق تقليص عدد الوفيات وضمان تغطية لا تقل عن 80% من المواطنين المغاربة بلقاح آمن وفعال لقاح يفتح أبواب الأمل على مصرعها في مستقبل يغيب عنه شبح كورونا ما زالت جائحة كوفيد 19 مستشرية في شتى بقاع العالم غير أن تعاقب الإعلانات عن التواصل للقاحات وعدة وفعالة يعطي بارقة أمل طال انتظارها للخروج من الأزمة ويوجد حاليا 48 لقاحا مضادا لوباء كورونا في مرحلة التجارب السريرية على البشر لكن 11 منها فقط دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الحصول على موافقة السلطات وفق منظمة الصحة العالمية عبدوها بكارتي يعكف الباحثون في مختلف المراكز البحثية العالمية على تطوير ما يزيد عن 190 لقاحا ضد كوفيد 19 نجح 48 لقاحا فقط في الوصول إلى مرحلة الاختبارات السريرية منها 11 لقاحا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية وأبرز اللقاحات المرشح وصولها إلى الأسواق لقاح سينوفارم للمجموعة الوطنية الصينية للأدوية وتتوقع الصين أنها ستتمكن بحلول نهاية العام من إنتاج 610 ملايين جرعات وسبق أن عطت الدوء الأخضر للاستخدام الطارئ لهذا اللقاح الذي أثبت فعاليته ونجاحه في تحقيق استجابة مناعية وأمانة في التجارب السريرية لقاح فيزر للشركة الأمريكية العملاقة وشركتها الألمانية بيونتيك التي قدمت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب والتي أظهرت فعالية لقاحهما بنسبة 95% لقاح موذرنا لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية التي أعلنت أن لقاحها فعال بنسبة 94.5% وتعتزم تصنيع 20 مليون جرعة منه بحلول نهاية العام لقاح المجموعة الإنجليزية سويدية أسترازينيكا وهو لقاح فعال بنسبة 70% كمعدل وحتى 90% في بعض الحالات وتقول المجموعة إنها أحرز تقدما في التصنيع المقرر لثلاثة مليارات جرعة يفترض أن تصبح متوفرة في عام 2021 لقاح سبوتنيك الذي طوره مركز أبحاث الأوبئة جاماليا مع وزارة الدفاع الروسية أعلنت روسيا قبل أيام أنه فعال بنسبة 92% كما أعلن العديد من المسؤولين الروس أنهم تلقوا هذا اللقاح والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل للدكتور سامير قدر أخصائي التخدير والإنعاج ببلجيكا أهلا بك دكتور أهلا وسهلا مرحبا دول العالم كتستعد لإطلاق حملات لتلقيه على أوسع النطاق بلدنا اخترت اللقاح الصيني التي تبتت نتائج تجارب سريرية الفعالية والسلامة ديالو ما هي المعطيات التي تثبت الاستجابة المناعية لهذا اللقاح وتكوين الأجسام المضادة لمقاومة العدوى الفيروسية دكتور قدر شكراً اللي كانت منتظرة في هذا الفصل الشتاء وشاهدنا ارتفاع في معدل الوفيات وعندل المصابين بصفة عامة ما الآن هناك بعض الشركات العالمية اللي توصلت في عملينا كما قلتهم في البداية لإنتاج بعض اللقاحات وتطويرها البعض منها أفصحة تبيع النتائج السريرية في المرحلة الأولية المرحلة التاريطة ونحن كلنا أمل باش يمكن أن نوجده في القريب العاجل ويمكن لنا نستعمله على شكل واسع هذه المرحلة هذه ما سهلة شيء لأنها كتطلب على السعيد الوطني الخدمات اللوجستيكية مكتفة وجد وعقدة وخاصة نعرفه لأن هناك جميع بعض الدول من هالمغرب اللي كانت اللي يمكن كلها تزولت تحضير هالخدمات اللوجستيكية منها على وتعال المغرب منها ألمانيا ماشي معناتو أننا خسنا نتخلو على تدابير تدابير احترازية وتباع الجسادي وغير ذلك من هدو التدابير اللي كنا كنا نستعملوها أنا خسنا ما خسناش نخرجو من 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 بطريقة 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 دينفاس ديراكت ولذلك خسنا الحذر ثم الحذر من هاد من هاد المرحلة هادية دكتور قدر برأيكم لأي حد غادي ساهم عملية تلقيح تأميل حماية البيولوجيا الأفراد وتجاوز هاد المرحلة الصعيبة لينعكست سلبا على صحة حياة المواطنين في شدة بقع العالم هو مسألة مفروغ منها خس هناك واحد المرحلة انتقالية باش يمكن يمكن هاد اللقاح يؤدي يؤدي تمرات ديالو يعني كيكون كييمكن الجسد الجسد ديالنا باش 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 بخودوير باش ينتج مددات مددات حيوية لإزنتيكور و وحنا كلنا أمل باش يكون هاد المددات إفكاس ويكون عندهم واحد فعالية كبرى على هاد على هاد الفيروس وممكن هاد اللقاح هذا غادي يكون على شكل الجرعتين أو على شكل بعض الجرعات متفارقة ولكن اللي هو هنا مهم خاصنا خاصنا يحذر ثم الحذر من الخلط ما بين هوا خرج اللقاح إذن ما كان شي الكوفيد أو لا الكوفيد سوف نحن هدا ولا بد خاصنا نحتطو من هالجانبه دكتور قدرت تفضل بالبقاء معنا لنتابع اللحظة أسئلة المواطنين حول اللقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد ونعود إليك استعمال تلقيح هذا ما غير خلينا أعراض جانبية كذلك بغنا نعرف إن تغيت من أجراء تلقيح هذا بغنا نعرف هذا اللقاح المد المنع ما هي الطرق التي سيتنهج الأطقم الطيبية شكرا غادي دير هذا اللقاح شكرا الفئات العمرية شكرا الناس اللقاح اللقاح بش يدير وكيف غادي دير الوقت سيكون فيه واش ستكون عام مرة ولا جمار واش هتلقيح عنده مضاعفات على المدى البعيد نرجع لك دكتور قدار من بروكسيل أخصائي التخدير والإنعايات شو ببروكسيل دكتور تبعتين معنا الأسئلة ونبدأ بأول سؤال واش كين تأثير محتمل اللقاح على النساء الحوامل والمرضعات هو سؤال جاد ولكن أولا وبدأ دي بدأ هذا اللقاح غادي وفي جميع الدول غادي يستهدف وحي المجموعة دي الأشخاص منهم المسلمين منهم الأشخاص اللي كي يعملوا في الواجهة في الواجهة مثلا مهنية الصحة والمرضع والممرضين وغير غير ذلك بالنسبة للمرأة الحامل أنا على ما أظن على ما أظن في انتظار النتائج أن تكتمل على ما أظن ما غادش يكون شي نتيجة وخيمة لا الجنين ولا المرأة الحامل في انتظار هذا النتائج هذا دكتور أسئلة دايبا كنت سمعوها كتعلق بالناس المسنين ودوي الأمراض المزمنة واش معنيين باللقاح واش كان احتمال دي الأثار جانبية على هاد الفئة بالتحديد هو بالعكس لأن الناس الأشخاص المسنين والأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هم عندهم أحد القابلية أكتر مثلا المرض دون مرض السكري أو القصر الكلوي وما عندهم واحد مقابلية أكتر ل باش يمرضوا من هاد الكوفيد باش يقصهم هاد الكوفيد ويمكن يكون عندهم أعراض كومبيكي أعراض أخرى ناتجة الكوفيد يعني هاد اللقاح هذا غادي يجي باش يرفع من هاد ما هاد ما هاد يزفه ديال كومبلكس ديال هاد المؤوقة ديال كوفيد كان سؤال آخر بخصوص المدة ديال المناعة المكتسبة من اللقاحات ضد كوفيد 19 دكتور قدار المناعة الحد الآن ما لدينا هالإجابة صريحة ولكن كلنا أمال باش يتكون هاد المناعة مستدامة و لماذا نقول هاد شي هذا لإن ما خصناش خصن خصن الحذار من الرفع من الحجر الصحي أو الرفع من هاد تدابير الاحترازية والتباع الجسدي سؤال آخر دكتور كدار ما هي الطريقة التي سيتم بها تلقي حين الناس المعنيين باللقاح هو طريقة سيتكون بسيطة كمثل جميع اللقاحات تقليدية ما لدي يكون واحد تعقيد في كيفية اللقاح وأقول كذلك هنا يرجع هذا الخدمات اللوجستيكية التي ستباشر هذا بكل جدية إن شاء الله دكتور دكتور سامير قدر أخي سائد تخدير النعاش ببلجيك لك جزيلا شكرا على كل هذه التوضيحات شكرا شكرا فتح قنصلية عامة لها بمدينة الدخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة لتتحول بذلك هايتي لأول بلد غير عربي وأول بلد خارج القرى الإفريقية يفتتح قنصلية له بالصحراء المغربية العملية التي قامت بها قوتنا المسلحة الملكية بتعليمات ملكية سامية لتمشيط المنطقة الفصلة بين معبر القرقرات الحدودي والمركز الحدودي الموريتاني من ميليشيات البوليزاريو ما زالت تحظى بمساندة ودعم كبيرين على المساواة دولي رشيدك تتواصل ردود فعل داعم لعملية تحرير معبر القرقرات واستعادته لحركة النقل المدني والتجاري بلغاريا أشادت بالعملية وأكدت أن صوفيا تدرك جيدا أن استقرار المنطقة له أهمية كبيرة بالنسبة لأمن الاتحاد الأوروبي كما جددت دعمها لتسوية سلمية وواقعية وعملية ومستدامة للملف في إطار منظمة الأمم المتحدة غينيا وفي بلاغ لوزارة شؤونها الخارجية دعمت سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها وأدان البلاغ أي محاولة غير شرعية لتغيير الوضع الراهن في المنطقة العازلة بالقرقرات كما أعربت عن دعمها الكامل للخطوة السلمية والقانونية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لمنع الأعمال غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارة مجلس الأمن ذات الصلة بدوره البرلمان البيروفي يشيد بتدخل المغرب لاستعادة الأمن بمنطقة القرقرات ودع المجتمع الدولي إلى تنبيه البوليساريو لوضع حد لاستفزازاتها التي تشكل انتهاكا صارخا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات العسكرية وأكد أن هذه الاستفزازات لا يمكن التسامح معها التنسيقية الدولية لدعم الحكم الداتي بالصحراء المغربية تعرب عن دعمها الكامل واللمشروط للعملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية من أجل إعادة حرية التنقل لمعبر القرقرات التنسيقية جددت استعدادها الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاكو ضد وحدتنا الترابية الاتحاد العام للصحفيين العرب هو الآخر يدعم كافة الإجراءات التي اتخذها المغرب لوضع حد للممارسات غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بضمان حرية التنقل الاتحاد استنكر حرب الأخبار الكاذبة التي تشنها بعض الأطراف المعادية لوحدة المغرب وسيادته بالنسبة لهذا النزاع المفتعل إلى الجماعة الترابية المحبس بأقليم السزاق حيث تجدد ساكنة المنطقة اعتزازها بما تحقق من أوراش تنوية وتؤكد تأهوبها الدائم للتصدي للمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة حافظ محضر ومحمود الشركي على الرغم من امتدادها الشاسع المترام الأطراف المتاخم للحدود المغربية الجزائرية وبعدها عن المراكز الحضرية بإقليم السزاق حظيت جماعة المحبس القاسية بدرجة اهتمام بالغة في المخططات الإمائية التي سطرتها مختلف الدوائر القطاعية بهذا الإقليم ما مكنها من عديد المشاريع والتدخلات التي لامست أهم الاحتياجات خاصة التجهيزات والخدمات الأساسية التي لا تروق اليوم خصوم وحدة المغرب الترابية أعلن نحن الحمد لله في إطمنان في راحة في إزدهار والفضل كله يرجع لسيدنا محمد السادس نصره الله اللي بغي يشوف اليومات يشوف تواجدنا في المحبس الجماعة الحمد لله اللي ازدهرت في جميع مجال التنمية لله الحمد واللي بغي يشوف أعلنها اليومات الحمد لله الضوء يأخذنا المغرور بهم شوفوا الضوء الموجود في المحبس الآن وأنتم كتشاهدوه من التندوف والماء الصالح والأبيار اللي متواجدة على الحمد اللي كانت قبل الـ 75 أعلنها كانت الحمد معطشة واليوم لله الحمد أصبحت الحمد الماء موجود فيها ماتة 15 كولوميط ما هو الكبير الحمد لله ساكنة هذه القرية الحدودية تعبر كلما أتيحت الفرصة عن تنديدها بالمؤامرات والمناورات العدائية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة ساكنة تؤكد دائما تأهبها للصد كل أشكال الاستفزازات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة نشكر الجيش الملك فلرد القرقارات إلى أمر الطابعي وإلى استغلالها وإلى قلها رانا شكره وشكر الجيش كاملين ونطلبهم ولانا الله ينصرنا على أعدائنا ورانا جنود متجندين ورجالات الملك الله ينصروا كمغاربة صحراويين نفتخروا كل الافتخاب بهذا الحين كدي المولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ولله الحمد هذا الشره شاع تعبئة شاملة ويقظة دائما لساكنة هذه المنطقة الحدودية للتصدي للمناورات العدائية لخصوم أمن واستقرار وطمؤنينة المملكة وينضم إلينا اللحظة مباشرة من قلميم الأعلامي محمد خليج بجهة قلميم ودنون أهلا بك سيدي مساء الخير أستاذ نبيلة مساء الخير حالة من الأمن والاستقرار والطمؤنينة بهذه المناطق الحدودية الجنوبية كتقابلها الآلة الدعائية الكاذبة البوليزاريو بأكاذيبها ودعاءاتها المغريدة التي تهدف من خلالها تشوش على مكتسبات الأمن والأمان التي تتعام بها المنطقة كيف ذلك سيد خليج؟ صحيح لكن أستاذ نبيلة في البداية اسمح لي بأن أوجه باسمي وباسم كافة ساكنة جهة قليميم ودنون بأقاليم الأربعة قليم سيديفني طانطان أسزاق وقليميم تحية ملؤها للفخر والاعتزاز إلى كل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية بعد عملية القرقرات وتصحيح الأوضاع التي كانت قائمة بعد تمشيطها من ميليشيات البوليزاريو أكيد وفق ما يسمح به القانون الدولي وكذلك كل المؤسسات الدولية بالعودة لسؤالك أستاذ نبيلة أكيد شيء طبيعي بأن تواجه المملكة المغربية بعد هذه المصار الكبير للتنمية على أرض الواقع بهكذا أكاديب من طرف خصوم وحدتنا الترابية الجواب كان أكيد دائما جوابا ديبلوماسيا تنمويا الدبلوماسي مؤخرا عينا هذا الكم الكبير من الدبلوماسيا المغربية التي باتت تحصد انتصارات كبيرة وكبيرة آخرها هذا الكم الكبير من القنصليات والتمتيليات الدبلوماسية المفتوحة بجهة العيون الساقة الحمراء وجهة الداخل وددها بالنسبة لمصار التنمية هذه الأوراش الكبيرة أوراش سدود موانئ طرقات وكذلك تنمية البشرية أكيد أثرت غيرة خصوم وحدتنا الترابية والجواب كذلك كان أخيرا في الخطاب الملكي لصاحب الجلال الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضران والذي تضمن كذلك حزم من المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها عن مقاريب بالإضافة لما تم إنجازه وكذلك الأوراش المتواصلة بالأقالم الجنوبية والرد هكذا يكون ديبلوماسيا تنمويا وخدمة الإنسان أولا وأخيرا قبل قليل شاهدنا روبرتاج الزملاء بالشركة الوطنية التي دعوية تلفازها من المحبس أكيد هذه تمتيلية للساكنة تمتيلية للمنتخبين تمتيلية لفعاليات المجتمع المدني خير رد على كل الإدعاءات المغرضة التي تحاول النيل من وحدتنا الترابية وكذلك تحاول تغليط رأي العام الدولي لأن هناك على المستوى الوطني إجماع كبير وكبير جدا الجميل كذلك لسادة نبيلا هو أدل الإجماع بمختلف الانتماءات بمختلف جهات المملكة المغربية أنقل الصورة من هنا من جهة قلميم ودون هذه الجهة المعروفة على مر التاريخ بانخراطها بشكل كلي وعفوي وكذلك في كل الدفاع عن القضايانا الوطنية وأولاها قضية وحدتنا الترابية أستاذ نبيلا سي خليج من الأكيد أن الفعاليات العاملة بالحق الإعلامي بالأقاليم الجنوية من خلال موقعكم ما كتدخروا حتى جهد من أجل تصدي لهذه الدعاءات الباطلة لكتهدف نيلم المكتسبات لركمتها المملكة في مصار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربي أليس كذلك سي خليج مرة أخرى لأستاذ نبيلا اسمحيلي بأن وجهت تحية إلى كل الزملاء بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بالجهات الجنوبية الثلاث سوى جهات العيون الساقي الحمراء أو جهات الداخل ودداب أو جهات قليمي مواذنون سوى المشتغلين في المجال الإعلامي المرئي أو المكتوب أو الإلكتروني أو المسموع تحية كذلك للزملاء بقناة العيون وهنا المناسبة شرط لا بد أن ننويها بالعمل المهني وبالكفاءة الكبيرة سواء على مستوى المكتب المركزي وكذلك المكاتب الجهوية شأن كل مواطن مغربي الزملاء بالمنابر الإعلامية هنا بالقاليم الجنوبية تجندت للتصدي لكل الأخبار المضللة والزائفة والتي احتمدت على فيديوهات وصور مفبركة من أجل تغليط الرأي العام الدولي أعود وأذكر بأن لا تغليط على مستوى الرأي العام الداخلي لأننا نأجي إذن بأن كل المواطنين والمواطنات يحاولون الوصول للمعلومة عبر وسائل الإعلام الرسمية وكذلك البلاغات الرسمية من كل المؤسسات سواء مركزياً أو جهوياً الفكرة واضحة جداً الإعلامي محمد خليج بجهة قلميم وادمونك جزيز شكراً لكل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من قلميم وأمام القنصلية المغربية بمدينة تراجون عبرت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا عن تثمينها للعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لفك الحصار عن معبر الجرغرات وتأمين حركة تنقل الأشخاص والبضائع ورفضها القاطع للمناورات والممارسات المعادية للوحدة الترابية للمملكة محمد رد العبيتي يقودهم حب الوطن وعدالة قضية تكشفت أمام العالم أجمع حقيقة من يحاولون عبثاً النيل منها أفراد الجالية المغربية بطراجونة اجتمعوا بصوت واحد ورسالة واحدة لا للمس بعلمنا لا للمس برمز هويتنا لا للمس برمز عزتنا أنا اليوم جد فرحاني قدرنا أننا نقول الأعداء بأننا بصح بصحنا على مقصد قداء ملكه هذه رغبة لجميع المغاربة ومغاربة العالم مغاربة إسبانيا اليوم ورسالة واحدة رفعين الأعلام الوطنية نددت فعاليات حقوقية وجمعوية بالاعتداء الإجرامي الشنيع لمرتزقة البوليساريو الذي استهدف القنصلية العامة المغربية بفالانسيا والتعبير عن الدعم المطلق للتدخل المشروع للقوات المسلحة الملكية بمنطقة القرقارات لتأمين حركة التنقل المدني والتجاري الله أكبر الصحراء مغربية الصحراء مغربية فيما الصحراء مغربية وغاتبقا مغربية أوب السزع لي أوب وأبغا أولا كرهو ملكنا واحد محمد السادس لا ينصروا يطول في عمره إن شاء الله تقول الصحراء مغربية وكان لديدوا كل شيء يقدروا بوليساريو الملك ملكنا إحنا كاملين وقفل هنا شعب واحد جالي مغربية متحدة وقفنا وقفة صامدة ضد أعداء الوطن إحنا كاملين وراء صاحب الجلالة والصحراء مغربية وإحنا وراء المدني ودائما رأي إلى الأبد نعيشه وإحنا التنخيروس في الصحراء مغربية عاش محمد السادس الله يخليه الله طول عمر رسالة أخرى نقلها أفراد الجالية المغربية بطراجونة إلى العالم أجمع رسالة من مواطنين يحملون هاجس الدفاع عن مغربية الصحراء في قلوبهم أينما حلوا وارتحلوا رسالة مفادها الصحراء كانت ما زالت وستظل مغربية إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها وفي مدينة تنجا يتواصل اليوم الثاني الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمشاركة أزيد من مئة نائب يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي اجتماع ينعقد في إطار حرس المغرب على دعم الشعب الليبي للخروج من الأزمة اليوم تم الاتفاق على موعد ومكان عقد أول جلسة منذ سنة 2014 أنا سابو مهدي حفظ هواري وسعيد ناجح الجلسة الرسمية التشاورية يشارك فيها أزيد من مئة وعشرة نائب بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف الطيف السياسية والمناطق الليبية اجتماع يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مصاري الجهود المبدولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التماسك للمؤسسة التشريعية وقد سجلت هذه المحادثة تقدم بين الفرقاء الليبيين بشأن سحديد مكان الجلسة الرسمية الأولى للمجلس والتي ستعقد في ليبيا كما ناقشت هذه المشاورات آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس في الفترة الصباحية كانت جلسة تشاورية لأعضاء مجلس النواب ما يقارب عن مئة وعشرة نائب كل الكلمات كانت تنصب في انعقاد جلسة داخل الدولة الليبية وتغيير رئاسة المجلس وكل الاختراحات كانت تنصب في مدينة أغدامس التي تحظى بترتيبات أمنية وترتيبات لجلسية ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية وتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكد على أن المملكة المغربية لن تدخر جهدا في مؤازرة الإخوة الليبيين مضيفا أن تعميق التشاور والحوار الليبي الليبي هو الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية وأود هنا أن أؤكد لكم أن المملكة المغربية لم ولن تدخر أبدا أي جهد لمؤازرتكم والوقوف جنبا إلى جنب معكم عبر تهيئ الظروف المناسبة لتقريب وجهات نظركم بحرية واستقلالية ودون تأثيرات خارجية حتى بلوغ مرادكم ومرادنا معكم أي توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة إن هذا العمل إنما يدل على أوصار الأخوة التي تربط بين شعبين وعلى الدور الفاعل للمملكة في حالة كافة القضايا العربية والمغاربية ووقوفها بقوة خلف تحقيق الاستقرار في المنطقة بصفة عامة وفي ليبيا بصفة خاصة حوار تشاوري موسع لأعضاء مجلس النواب الليبي يضم مجموعة متنوعة من البرلمانيين تمثل الأقاليم الليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يعد خطوة إيجابية وثمرة للجهود التي يبدلها المغرب لتوحيد الرؤى بين مختلف الأطراف الليبيا من طنجة أنيسة أبو مهدي وساعي الناجح من تصلية مزيد من الضوء على الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة نربط الاتصال بسيد علي رمضان عضو مجلس النواب الليبي أهلا بك سيدي مرحبا أهلا بكم خلال يوم الأول من المشاورات الرسمية بين أعضاء مجلس النواب الليبي ستتروح من التوافق حول المواضيع المطروحة للنقاش عن ماذا تم الاتفاق أولا الاتفاق تم على توحيد أعضاء مجلس النواب لأول مرة منذ سنوات من كافة أرجاء الوطن الليبي ولا أقول من أقليم لأن الأقليم هذه كلمة غير مقبولة دستوريا وهذا اللقاء التشاوري الذي شرفتنا المغرب باستضافته هو لبنى أولى في بناء وإعادة تكوين مجلس النواب من جديد وقد اتفق الحاضرون على أن يذهبوا من طنجة مباشرة إلى الأراضي الليبية لعقد الجلسة رسمية هناك تكون فيها معظم القضايا المطروحة من اختيار رئاسة جديدة إلى النظر في القضايا الحساسة المهمة لإنجازها لمصلحة الشعب الليبي الذي اختارنا نوابا له سيد علي رمضان يحضر أزيد من 120 نائب الليبي في هذه المشاورات ما دلالة هذا الحضور الذي يعكس الدور الهام للمملكة المغربية الداعم لاستقرار ليبيا بالتأكيد أن المغرب حكومة وشعبا وملكا وبرلمانا قام بدور يعني يعتبر مكمل لأدواره الأخرى التي قام بها في حال حالة القضية الليبية منذ أيام السخيرات وأعتقد أن هناك قبول عند غالبية عضاء البرلمان الليبي للدعوة المغاربية لأنهم يعرفون صدقة نوايا المغرب ويعرفون صدقة توجهها في محاولة حلحلة الوضع الليبي وجمع شمل أعضاء مجلس النواب الليبي فبالتأكيد أنها مناسبة جيدة من المضيف قبلها الزملاء والزميلات من أعضاء المجلس وكانت لنا يوما قافلا شرفه سيد وزير الخارجية بكلمة كانت في منتهى التوفيق سيد علي رمضان عضو مجلس النواب الليبي لك جزيز شكر على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من تانجة وارتباطا بذات الموضوع شهدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري الموسع المجلس النواب الليبي بمدينة تانجة باعتباره يمثل خطوة إيجابية مرحبا بها في أخبار التقس تساقطات ثلجية وتقس بارد ورياح قوية مرتقب ابتداء من يوم غاد وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة معطية أوفى عن توقعات التقس خلال أيام القادمة يموتنا بها الحسين يعبد مسؤول التواصل بالمديري العام للأرصد الجوية الوطنية ابتداء من يوم الأربعة بحول الله وستعرف الحالة الجوية العامة تغييرا نتيجة الاقتراب منخفض جوي بالمغرب وابتلي فمجموعة من الأمطار بحول الله ستهم بلادنا ابتداء من بعد زوال يوم الأربعة ستهم في بادي الأمر السهول الأطلسية الشمالية لتمتقل بعد ذلك خلال ليلة الأربعة ويوم الخميس لتعم من مناطق الشمالية المناطق الوسطى للبلاد مرتفعة الأطلس المناطق الداخلية السهول الداخلية والشرقية للبلاد وهذا الأمطار ستكون كذلك معتدلة إلى قوية خصوصا في مناطق سوس وكذلك مناطق الحوز كذلك الشياض ما عبداء وبعض المناطق السواحل الأطلسية الشمالية وهذا الاضطراب جوي بحول الله سيستمر إلى غاية يوم الجمعة بحول الله وسيكون كذلك مصحوب بتسقطة ثلجية ستهم مرتفعة الأطلس الكبير والمتوسط وكذلك الهضاب العلية لشرق البلاد ومناطق الريف كما ستعرف درجة الحرارة بعد الإنخفاض وهذا بحول الله الاضطراب جوي كذلك سيكون مصحوب برياح معتدلة إلى قوية بالسهول الأطلسية الشمالية وكذلك المناطق الشرقية للبلاد ويوم نهاية الأسبوع بحول الله سيكون التقس متغير ما احتمال بعد الأمطار بشمال ووسط البلاد فاز العالم المغربي كمال وضغيري بالجائزة 2020 لعلوم الفضاء من المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية ناسا والتي تعتبر إحدى الجوائز العالمية المرموقة في علوم تكنولوجيا الفضاء ويعتبر كمال الوضغيري عالم فضاء مغربي يشتغل في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وكان ضمن الطاقم المشرفي على هبوط المركبتين سبريت وأوبورتونيتي على المريخ إضافة لمشاركة في عديد من العمليات اللحظة أخبار الاقتصاد والمال والأعمال مع حسناء بن جابي أهلا بك ما الجديد هذا المساء؟ أهلا بك نبيلة والجديد حوض اللوكوس الذي سجل محصول استمندر السكر هذه السنة رقما قياسيا من حيث الإنتاج بلغ 65 طن في الهكتار والتفاصيل مع أنيسة بويندي ساعد ناجح وجهاد لبري نتابع تعمل هذه الضيعة الفلاحية في الزراعة السكرية كغيرها من الضيعة بمنطقة حوض اللوكوس حققت محصولا قياسيا هذه السنة محصول يعزى إلى عملية البدر الميكانيكي وتوفير السقي بالكمية والجودة المطلوبة زيادة على استعمال الحبوب ذات النبت الواحدة والمعروفة بتكنولوجيا إنتاجية مرتفعة تدخلات مكنت من رفع المساحة القابلة للقلع بالنسبة للشمندر السكري إلى 2770 هكتار بإنتاج وصل إلى حوالي 180 ألف طن أي بزيادة تناهز 62.5% مقارنة مع المعدل المتوسط للسنوات العشر الأخيرة عرف الإنتاجية في الشمندر السكري عرف واحد نقلة نوعية وتسجن واحد الإنتاجية قياسية لبلغت 65 طن في الهكتار بالمنطقة هذه الإنتاجية تستطيع تعرف النمو في السنة والسنة المقبلة إن شاء الله في سنة المقبلة زراعة تعيد بآفاق واعدة ولتعزيز هذه المكتسبات شرعت الوزارة المعنية في توسيع المساحات المزروعة بالشمندر السكري اعتمادا على مشاريع الري الهيكلية والتي هي في مرحلة متقدمة من الإنجاز ويتعلق الأمر بمشروع تهيئة سافلة سد الخروفة والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري أفد بنك المغرب بأنه تم قبول ومعالجة ما مجموعه 32248 طلبا لتأجيل الأقصاد البنكية لفائدة المقاولات عندما تم غشت المنصرم وذلك بمبلغ إجمالي قدره 6.6 مليار درهم تقرير ياسه العمراني عملية تأجيل الأقصاد البنكية لفائدة المقاولات وحسب بنك المغرب همت على الخصوص قطاعات التجارة 18% والنقر والاتصالات 13% والصناعات بنسبة 12% بخصوص تأجيل الأقصاد البنكية للأسر فقد تم قبول ومعالجة 471 742 طلبا فيما تم شتنبر 2020 فيما تم تسجيل 669 300 طلب عندما تم غشت من نفس السنة بالنسبة لقطاع القروض الصغرى القروض البنكية الممنوحة في إطار ضمان أكسجين هي الأخرى استفادت من هذا التأجيل عدد المقاولات المستفيدة وصل إلى 41 142 مقاولة فيما تم أكتوبر المنصرم المبلغ المرصود لهذه العملية قدر بـ 16 مليار و 500 مليون درهم أما فيما يتعلق بضمان إقلاع وإقلاع المقاولات الصغيرة جدا وضمان إقلاع الفندق فقد استفادت منه 25 103 مقاولات مع مبلغ مرصود فاق 30 مليار درهم منتج المقاول الذاتي استفاد أيضا من عملية تأجيل الأقصاد البنكية برقم 2875 مقاولا ذاتيا مع مبلغ مرصود قدره 33 مليار و 700 مليون درهم في موضوع آخر أفادت مديرية الدراسات وتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بنسبة 4.6% عندما تم شهر شتنبر 2020 بعد ارتفاع بنسبة 22.3% سنة قبل ذلك وفي هذا الصدد أشارت المديرية في مذكرتها الخاصة بالدرفية لشهر نومبر 2020 إلى انخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 11.8% سجلت وتيرة انخفاض المداخل السياحية تراجعا طفيفا في شتنبر 2020 لتتقلص إلى 89.1% بعد انخفاض بنسبة 96.7% قبل شهر بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات وتوقعات المالية وعضحت المديرية أنه بعد تخفيف تدابير فرض القيود على الرحلات الدولية سجلت وتيرة انخفاض المداخل السياحية تراجعا طفيفا في الشهر الجاري لتتقلص إلى نسبة 89.1% بعد انخفاض بنسبة 96.7% قبل شهر سجلت أسعار نفط خام برينت اليوم ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس الماضي وذلك في مجمل التعاملات خلال جلسة التداول الصباحية مدعومة بأنباء لقاحات وباء فيروس كورونا وتلقي رئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية فيما زاد الخام الأمريكي غرب تيكساس الوسيط بـ 1.1% والآن مشاهدنا نتابع أهم مؤشرات برسة الدر البيضاء والبرسات العالمية أسعار النفط والعملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم على المتابعة وعودة إليك نبيلا تفضلي أخبار الاقتصاد والملمال والأعمال كانت معك حسناء بن جامي شكرا لك اللقاء تجدد غدان لمزيد من الأخبار الاقتصادية إن شاء الله نبيلا ونواصل النشر من إقليم أسف تلوث بيئي يعرفه مصب نهر تانسيفت بمنطقة تصويرية القديمة بعد نفوق ملايين الأسماك بسبب انحباس مياه الوادي الملوثة بمخلفات معاصر الزيتون وجراء تكون حاجز النرملي سمية بالعياشي وحسن مسكر بسبب عوامل مناخية وخاصة منها الجفاف انفصل مصب وادي تانسيفت الواقع ضمن منطقة محمية مقادرة البحرية لغاية الصيد والنتيجة تركز سموم مخلفات معاصر الزيتون على مستوى المصب ونفوق أعداد هائلة من الأسماك التي وجدت دونها وبلغ مياه المحيط حاجزا رمليا كبيرا وصلنا أننا نرسلنا عينات ديولة تحاليل باش نعرف المشكل فين وصل حدة المشكل حدة مشكل من حيث تلوت ثم تضافر جهود جمعيات المجتمع المدني من أجل المرافعة بشكل قانوني بمراسلات والتواصل مع كافة المتدخلين في المجال إزاحة الحاجز الرملية الفاصل بين الوادي والبحر هو أحد توصيات لجنة مختلطة تمثل عمالة الإقليم بعد زيارة معينة للمنطقة رسالة يبقى أن وجهه هو هذا المشروع سيخرج حاجز وزول باش نتفادعوا هذه المشكلة ديالتلوت ديالو والتنسيط إن لو لتنجز هذا المشروع غادي يحيد لنا هذه المشاكل كان وضعوا واحد تساؤل على اتفاقي اللي كانت وقعت في سنة 2019 ما بين جمعيات أرباب المعاصير وكذلك الجيهة والمجلس الإقليمي الحوض المائل أم الرابع والحوض المائل التنسيفت هذه الاتفاق ترمي إلى خلق وحدة لمعالجات مياه المرجان وضمن التوصيات كذلك القيام بتدخلات زجرية في حق المخالفين للقانون من أصحاب معاصر الزيتون التقليدية والعصرية علما بأن المئات من هذه الوحدات من داخل وخارج الإقليم ترمي بنفاياتها بمجرى الوادي إما بشكل مباشر أو عبر قنوات الصرف الصحي هذه المشكلة التي تلووت التي توقع في المصاب والتنسيفت الأساس هي مادة المرج التي تقوم بالرمي في الوسط الطبيعي أرباب معاصر الزيتون بدون معالجة فعلاً فعلاً حتى هذه المعاصر تتخدم الإجراءات اللازمة ويقع الحل لهذه المسائل لهم لا يعقل بشي واحد الإنسان يستمر الأموال طائلة ويأخذ المرجان ويخوه في المعصب الوال تدخلات صارمة مرتقبة إذن على مستوى هذا الفضاء البحرية الخصب من أجل إعادة ربطه بمياه المحيط الأطلسي ومنع تلووت مياهه وإلحاق الضرر بأسماكها خاصة وأنه يقع ضمن أهم المحميات البحرية لغاية الصيد ببلادنا بالرباط حفل لتوزيع الجوائز على الطلب المتواجهين في المسابقة العالمية للمواهب في علوم التكنولوجيا والاتصال وتنويهم بمجهوداتهم في هذه التظاهرة العالمية محمد الواهبي وعبد الإله مزاحي حظ التتويج بالمسابقة العالمية للمواهب في التكنولوجيا والاتصال كان من نصيب فارقين من طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان لهؤلاء نظم الحفل التكريمي تم تأهيل هذا الطلبة في تقريبا 150 ألف مشارك ديال الطلبة على المستوى الدولي 39 دولة والمغرب استطاع باش يحصل الدرجة الأولى في الكلاود كومبيوتين وفي النتورك في الغزو وهذا بفضل التأطير ديال الأساتي دا وفضل أيضا البيئة المحفزة لمواكبة هذا الطلبة سعداء اليوم بالاحتفاء بإنجاز هام من طرف الطلبة إنجاز برطبة الأولى والرطبة الثانية في مياد الإعلاميات من بين 39 دولة تفوق الطلبة توزع على فئتين مجموعة حازت على المرتبة الأولى في خانة التخزين السحابي والمرتبة الثانية فازت بها مجموعة من الطلبة في فئة شبكة الاتصال تتويج تفتق بفضل نبوغ طلبة النافس 150 ألف طالب مشارك نحن المتواجدين بالرطبة الأولى وطنيا إفريقيا وكذا عالميا في السنف نحن جد جد سعاداء بهذا الفوز هذا كان دي هذا الفوز هذا صاحب جلال الملك محمد السادس والوزارة الوصية وكذا الأباء ديالنا والأمهات ديالنا على تضحية ديرهم لجيسام بفضل هذه النتيجة الممتازة تمكننا من تمثيل المغرب في المحطة الجهوية والأخرى العامة للمنافسة التي ضمت 39 دولة إذ استطعنا الفوز بالجائزة الثانية لي الشرف أن أحضر اليوم هذا الحفل المنظم بمناسبة تكريم الطلبة المتوجين بجائزة مشرفة يمثلون المغرب والذين أبانوا عن مهارات وكفاءات عالية حفل تكريم الطلبة الفائزين يندرج في سياق تحفيزهم وتشجيهم على تطوير كفاءاتهم والتنويه برتبهم التي بلغوها من بين 110 فريق من أصل 39 بلدا تم اليوم توقيع 14 اتفاقية شركة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعية عاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2020 وصل إمغرية عبدالفتح الزوين ووفاء الدكالي اتفاقية شركة تم التوقيع عليها تتوزع بين نوعين من الخدمات الأولات هم الأطفال وظاهرة تشغيلهم والثانية ترصيخ ثقافة المساواة المهنية بالنسبة للنساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوجه النسوق الشغل متعبئة جمعية من أجل بالنسبة للأطفال من أجل الانتشال للأطفال أقل من 15 سنة في أماكن العمال وبالنسبة للأطفال من 15 إلى 18 سنة من يشتغل منهم في حالة استثناء يجب أن يشتغل في أعمال توافق إمكانته المادية والبدنية وغيرها بالنسبة للنساء أيضا هناك واحدة العدد دي المختضية القانونية يجب أن تتوفر في الشغل للنساء هذه السنة تم التركيز على المشاريع التي أعطت الأولوية للفئات المتواجدة في المناطق النائية اتفاقية مهمة لأنك تهم واحدة شريحة دي الطفولة المغربية خاصة في العالم القراوي نحن نشتغل في إطار هذا المشروع على القانون 11-12 متعلق بخدام البيوت كذلك تحسيس جميع المستخدمين جميع أرباب البيوت بهذا القانون لأنه قانون مهم جدا وصبح التفعيل دياله خيرا لهذه السنة خطوة إذن تدخل في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني وجمعيات المجتمع المدني لمنع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر وكذا تمكين النساء من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤوليتهن وتقوية قدرة المرأة العاملة في إطار التخليد اليوم العالمي للطفولة تم تقديم دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت وذلك خلال اللقاء دراسي نظم عن بعد هذا الدليل أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتعاون مع اليونسيف في المتابعة سهان بوخليفي ومحمد توانينا ارتباط وطيد أصبح يجمع اليوم بين الطفل والأنترنت من خلال استخدام يومي ولمدة زمنية تطول مع توالي الأسابيع وضع يستدعي مراقبة متواصلة وتأطيرا أسريا بائما وهو ما شكل محور نقاش هذا اللقاء الذي يقدم دليل الأسر لحماية الأطفال على الأنترنت اليوم مجال حماية الطفولة كيشكل واحد الاهتمام مهم جدا من طرف جلالة الملك حفظه الله وكذلك الالتزام وانخيرات فعلي لسمو الأميرة للمريم اليوم هذا الدليل نقدمه هنا الأسر بالنظر إلى التحولات التي تعرفها المجتمع المغربي وتتطورات التي تعرفها والتي أعطت أنه عدد كبير من الأطفال اليوم وسنة بعد سنة السنة الأطفال الذين يجون إلى الأنترنت ينخفض يعني أقل من 15 سنة وأكثر لا شك أن استخدام الأطفال للأنترنت يحتاج رقبة أسرية متواصلة من أجل حمايتهم من سلبيتها ومخاطرها التي تؤثر عند الاستخدام الخاطئ على شخصياتهم وسلوكهم بسبب التدفق الهائل للمعلومات والتعرض للعنف والانحراف في بعض الأحيان شخصياتنا الآن منطقة تلمس بإقليم شيشاوة حيث تمكن مجموعة من الباحثين المغاربة والأجانب من فك بقية أسرار موقع أثار دين صورة العصر التباشري سفلي المكتشف قبل حوالي سبع سنوات بنفس المنطقة ويتمثل الاكتشاف الجديد في كشف هوية أثار أخرى تبث أنها لأسماك وأن الموقع كان شاطئاً قبل 125 مليون سنة سمية بالعيشي وحسن بذكر خلال سنة 2013 وخلال مهمة تنقيب جيولوجية بالمنطقة لمح الأستاذ موسى وجود سطح عمودي الشكل يحمل الكثير من الرموز الأثرية لتبدأ رحلة فك أسرار كان آخرها أن الموقع يضم آثار نشاط أسماك إلى جانب آثار الدين صورات التي تعود إلى العصر التباشري السفلي الدراسة خصت فقط آثار أقدام الدين صورات تعرفنا عليها بسهولة بحكم الاختصاص ونشرنا دراسة حول بصمات الدين صورات لكن وجدنا أن توجد كذلك بصمات أخرى لم نتعرف عليها في الحين فكان يجب أن نبحث في المقالات وفي مواقع أخرى في العالم لنصر في النهاية لأنها كانت آثار لأسماك بفك لغز الأسماك اكتملت الصورة التي أبهرت العلماء لروعة ما تتيحه لعلوم الجيولوجيا من معلومات تمينة تعود إلى 150 مليون سنة معلومات يطمح فريق البحث إلى أن تصبح في متناول الباحثين في علم طبقات الأرض والجيولوجيا وللزوار الذين يعشقون سياحة اللقاء الأثرية والجيولوجيا نتمنى واحدة الذي فاتم المسؤولين يذلون تسمين واستغلالي لهذا الآثار وهذا المآثار التاريخية لكي كنت سياحة منطقة لسياحة الجبلية للإشارة فالدراسة العلمية حول هذا الاكتشاف الهام تم نشرها يوم خامس نوانبير الجاري بالمجلة العلمية الدولية إكنوس المختصة في تتبع النباتات وآثار الحيوانات ختم المشاهدين تذكير بأبرز محطة الخبر للنشرة الرئيسية لهذا المساء بل حصلت النصف الشهرية لتطور وباء كورونا ببلادنا تحسن طفيف في بعض المؤشرات واللقاح الصيني سينوفارم تثبت نتائج التجارب السريرية فعاليته ومناعته أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون بطنجة في لقاء تشاوري يتفقون على موعد ومكان عقد أول جلسة للبرلمان منذ سنة 2014 نفوق ملايين الأسماك بمصب نهر تنسفت بمنطقة سورية القديمة والسبب انحباس مياه الوادي الملوثة بمخلفات مع عصر الزيتون وجراء تكون حجز رملي باحثون مغاربة وأجانب يفككون بقية أسرار موقع عثار دين صورة العصر التبشري السفلي بمنطقة تلمس بإقليم ششاوة نهاية النشرة أطيب الأوقات على الأولى اشتركوا في القناة